ألمانيا بلد دقة المواعد والنظام واللباقة لباقة؟ لم يكن ذلك صادقا تماما أليس كذلك؟ ماذا تريدين؟ أنا ضميرك الألماني الحي وأستطيع أن أخبيرك أن اللباقة ليست من نقاط قواتنا لكننا دوما صادقون وصريحون هل تعتقدين ذلك؟ طبعا نحن صادقون مئة في المئة حتى ولو جرحنا مشاعر أحد ما؟ نعم حتى ولو حسنا لنفحص فضيلة الصراحة الألمانية الشهيرة ما مدى صدقنا وصراحاتنا نحن الألمان في الحياة اليومية؟ وما مدى سطوع ضمير الألماني الداخلي؟ لكنني سأتناول الغداء أولا مع صديقتي شكرا أليس طعمه لذيذ؟ ليس تماما كيف كان الطعام؟ رائع شكرا لك وأنت؟ أخبرها أن الطعام لم يكن جيدا بهذا فقط تستطيع تحسينه ماذا به وقاحة؟ هراء فالصدق يدوم أطول كما يقول المثل الألماني لذا أخبرها فقط بأن الطعام لم يكن لذيذا حسنا كان مالحا قليلا آسف لذلك سأخبر الطاهي شكرا هذا صحيح الكثيرون في المطاعم يدلون برأيهم في الطعام صراحة لمساعدة الطهي على تحسين طهيه هناك أيضا قاعدة أداب سرية تقول إنه إذا وضعنا أدوات المائدة الخاصة بينك عقارب الساعة الثامنة إلى عشرين دقيقة فهذا يعني أننا لم نحب الطعام لكن قليلون فقط يفعلون ذلك قد تكون الصراحة المباشرة مؤلمة لكننا لسنا صريحين بلا رحمة دوما وفقا لأحد الاستطلاعات فإن أكثر من نصف الألمان يكذبون يوميا بمعدل يزيد عن ست مرات وكلما زاد عمر الألمان قل كذبهم تشير الدراسات إلى أن معظم الناس يكذبون لإسعاة شخص ما أو رفع معنوياته يا لها من صدفة لم أركي منذ فترة طويلة ماذا تفعلين هنا؟ نحن نصور شيئا عن الفضائل الألمانية كيف حالك؟ آه أنت لم تسألي ذلك بصراحة لست بخير العمل مرهق وكلبي مريض كما اكتشفت للتو أن شريكي يخونني ومع صديقتي فيما يتعلق بالعلاقات الألمان غير مخلصين تماما وحوالي ثلثهم يخونون شركاءهم آسفة متى حدث ذلك؟ الأسبوع الماضي لكنك تعرفين أن حبل الكاذب قصير هذا المثل يعني أن الأكاذيب لا تدوم طويلا بل تكشف بسرعة أعتقد أننا سننفصل قريبا جوزي لا تسألي ألماني عن أحواله أبدا فهذا يستغرق وقتا أعلم ذلك لكنني لم أرها منذ زمن ولم أتوقع ذلك حقا يقدم الألمان إجابة صادقة بغض النظر عن الزمن أنا آسفة جدا لكن علي الذهاب هل نلتقي قريبا؟ سأتصل بك لكن علي الذهاب الآن حتى الآن ظلت الكليشيهات عن صراحة الألمان صحيحة إذا سألتم عن شيء فستحصلون على إجابة صادقة شئتم أم أبيتم؟ هذا ما قلت هو الأمر نفسه في العمل نعم لكننا أقل صراحة مباشرة هناك سترين حسنا كيف الحال؟ ما زلت أنتظر وثيقة من زميل نيك راسليه بالبريد الإلكتروني حسنا عزيزي نيك أتمنى أن تكون بخير وأن لا يكون يومك مرهقا هل أستطيع أن أسألك بلطف عما إذا كان بإمكانك التفكير؟ توقفي توقفي ماذا تكتبين؟ رسالة؟ هذا لا ينفع تخلصي من كل الرتوش وأسألي فقط متى يكون العمل جاهزا لكن هذه وقاحة لا بل أسلوب فعال ومباشر أكتبي فقط عزيزي نيك كان عليك أن ترسل لي الوثيقة قبل 15 دقيقة لماذا لم أحصل عليها بعد؟ متى سترسلها؟ ارسليها حقا؟ نعم كما تريدين لقد كنت محقة إذن نحن الألمان صادقون وسريحون فعلا ولا أستطيع إنكار هذا وهذا لا يعتبره نفضا على الإطلاق